في حاجة واضحة قوي كانت فكرة الليالي الفارقة أو المواقف الفارقة فوزان ولد غلبان في حاله لقى نفسه في ليلة مجبر أنه هو يبقى موجود في مضمر سباق موجود بقى مع البشوات والهوانم والليديز وطبقة اجتماعية مختلفة عنه وهذه الليلة هي اللي فرقت بقى التفاصيل جات منين؟ فوزان كان بيفكر ازاي؟ كل التفاصيل أحيانا للتغيير بيجي في ليلة واحدة يعني أي شخص ممكن حياته تغير من اليسار إلى اليمين أو من فوق لتحت في ليلة واحدة في لحظة واحدة أحيانا ممكن هي تكون مسؤولة عن تغيير ده وده كان مقصود بإشارة إلى كيف يمكن أن يتغير قدر الإنسان في لحظة أو بناء على اختيار واحد ممكن يغير حياة كاملة فشخصية فوزان التحويه هي محرك أساسي من محركي الأحداث في الرواية ويعتبر هو الشخص الأهم لأنه هو بتدور في فلك جميع الأحداث من فوزان التحوي لمرعي سايس الخيول وكان شخصية أيضا مختلفة وليه بعض التعبيرات في الرواية لما كانت بتكلم مثلا يقول أن أقصى أماني الإنسان هو أنه ينسى مضيه وده تحدي أو هاجس موجود في الرواية فكرة التغلب على الأماني الخسرة الأماني التي لا تكتمل والبقى فيها خيبات في الآخر الأماني لا تكتمل هو أكبر أبنية الإنسان أنه ينسى مضيه على لسان مرعيه أحيانا بتبقى بعض الأماني التي تكتمل نحن ندخل الحياة بالكثير والكثير محملين بالكثير من الأماني أحيانا بعض هذه الأماني نريدها حقا وأحيانا مش عايزين الأماني دي ولكنها أضيفت لنا وهذه رسالة الرواية يعني فيه أشياء المجتمع هو نفسه اللي بيدفعنا لي لو هانطبق دع العصر الحالي أحيانا الحضارة الحديثة والمستحدثة والرأسمالية الشديدة اللي بتدفع الإنسان هو يعوز حاجات هو مش عايزها أصلا أنا عايز أجيب أحسن حاجة أنا عايز أجيب أحسن بيت أنا عايز أجيب أحسن عربية كذلك وقد يكون الإنسان فيه ذاته هو مش عايز هذي الأمان هو مش عايز هذي التطل verrاته فهي الرواية بتتحدث بتقصد ده في ذاتها. ممكن الإنسان يمر بمرحلة من الإحباطات يعني يدرك بعض الأمان يعني يريد بعض الأمان ولا يصل إليها في النهاية. يصيبه هذا بالكثير من الإحباط. ممكن هذا الإحباط يحاوله لا صمم يعني لا يشعر في المستقبل أو يدمر حياته في المستقبل. فهي الرواية الرسالة أو النداء على الإنسان أنه يتخلى عن هذه الأمان الفارغة ويعيش يعني يرضى بما هو لديه. هو يحاول لا يعني هذا التكالية أو الخضوع أو غيره ولكن يحاول ولكن بطريقة يعني بدون هذا الألم النفس اللي ممكن يمر به. طيب فكرة إن إطفاء الطابع التاريخي اللي كان موجود في الأحداث والسيكونز بتاع الأحداث أو في تسلسل الأحداث. برغم أنه كده ده برضو إحنا قاعدين وإحنا عملين بنقلب في صفحة لصفحة حاسين بتشوق عايزين نعرف الأمور هتوصل لإيه. إحنا بنحلم مع أحلام الأربع شخصيات الرئيسية وقاعدين مستنين مين فيهم حيوصل لإيه ومين فيهم حيتحقق له إيه. ربط ده بقى بالأحداث التاريخية أو بالطبع التاريخي. عمل إيه وأثر إزاي في الناس وهي بدأ. أعتقد أنه هو أطفى عمق آخر رواية أو بعض آخر رواية هو البعض الثقافي يجب أن تحتوي الرواية على فكرة. وبعض الثقافي يطفي أو يثري القرد. أعتقد أن التاريخ عمل هذا في الرواية. أعتقد أن الناس كانت متشوقة لرؤية مصر في بداية العشرينيات. لأن خاصة الأفلام لابليد ويسود كانت بتبدأ في نهايات التلاتينات والأربعين. هذه الفترة لم توصق إلا بصور نادرة فقط. ولكن إزاي كانوا الناس عايشين الظروف الاجتماعية اللي كانوا عايشينها. الحالة الاقتصادية اللي كانوا عايشينها. خاصة أن فيه ارتباط دائم بالرخاء في التاريخ المصري في الفترة دي أو بيسموه الزمن الجميل وغيره. ولكن الحقيقة أنه هو زمن زي كل الأزمان. يعني دائما إحنا لدينا نستالجيا كذا. إحنا نفكر في الزمن الماضي وكأنه كان وردي وجميل. ولكن لا الحقيقة أن مصر كانت في العشرينات كانت بتمر بأزمة أسرادية شديدة بعد الحرب العالمية الأولى. كان فيه وباء. كان فيه وباء الأنفرنزة الأسبانية. الأسبانية. شبيه بكورونا دلوقتي. يعني كان الفترة دي شبيهة بالفترة اللي نعيشينها. بالأسوأ. بالأسوأ يعني لو إرنا كتاب رجال رايا وسكينة للأستاذ الكبير صلاح عيسيس. أنا أجد أن هو بيقول مثلاً المصريين كانوا بيأكلوا حاجة اسمها لحم الإنجليز. لحم الإنجليز ده هي الخيول العائدة من الحرب. صحيح. بيتبحوها ويبيعوها في سوق بيسموه سوق الوقيعي. يعني سوق الحيوانات المتعبة. وكان المصريين بيشتروا مننا الفقر. هذا المشهد لو قررناه بدلوقتي إحنا أرحم كتير من هذه الفترة.